طبعاً بانتبع مع حضراتكو تدعيات حادث قطار اليوب والواقع مساء أمس وأسفر عن وفاة أربع وطنين وإصابة 22 آخرين انيابة العامة ومكتب النائب العام النهاردة كمان أصدر بيان بشأن التحقيقات هنقول لحضراتكم أجزاء منه طبعاً انيابة العامة أمرت بحفظ سائق قطار قليوب وحجز موظفي المحطة على زمة التحقيقات في حادث الاستضام وبيقول البيان أنه اخترت انيابة العامة مساء أمس ثلاثاء من شهر مارس بوقوع حادث استضام قطار ركيب رقم 557 لـ 3027 بمحطة قليوب واللي كان قادم من محطة شبرة إلى محطة منوف مما أسفر عن وفاة أربعة وإصابة 23 من الركاب وتلافيات بالجرار والعربة الأولى من القطار النائب العام أمر بتشكيل فريق موسع للتحقيق في الوقع وانتقل على الفور إلى موقع الحادث لمعاينته وفوقف على التصور لوقوع الحادث وهو استضام القطار بحاجز خرساني بالمحطة يقع نهاية القطبان الحديدية التي كان يسير عليها القطار إذ كان يتعين توقفه لحين مغادرت قطار آخر متوقف بالقطبان المجورة له ليحول مساره إليه ويستكمل مسيرة ولكنه تجاوز سيمافورين على الرصيف الواقع على يساره قبل نقطة الاستضام بالحاجز وكان مغلقين ومضاءين باللون الأحمر مما يعني ضرورة التوقف ولكن القطار تجاوزهما في سرعة زائدة واستضم بالحاجز فكانت النتيجة هو فات أربعة من الركاب اللي كانوا متوجدين بين الجرار والعربة الأولى من القطار وإصابة تلاتة وعشرين آخرين كمان استجوابت النيابة العامة سائق القطار فقرر أنه أثناء توقفه بمحطة شبرى الخيمة فصل جهاز الـ ATC بالقطار لعطر أصابه كي يتمكن من السير بيه حتى يستدعي أحد لصيانته بمحطة اليوب محل الحادث وأحال سبب عدم توقفه قبل دخول تلك المحطة إلى ضعف حالة مكابح القطار والتي حاول استخدامها لإيقافه دون جدوى فاصطدم بالحاجز الخرساني مقرا بإمكانية تفادي وقوع الحادث إذا كان يسير بسرعة أقل مما كان عليه وعلى ذلك أمرت النيابة العامة بحبس سائق القطار أربعة أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات وحجز مساعده وباقي موظفي السكة الحديدية لحين ورود تحريات الشرطة كمان انتدبت النيابة العامة لجنة من المختصين قانونا للانتقال لمكان الحادث لفحص القطار وبيان مدى صلاحيته وصلاحية أجهزة التشغيل والسلامة الخاصة به ومعينة محل الوقاع بيانا لأسباب وكيفية وصول القطار إلى الحاجز الخرساني واستضامه به ومن ثم وقوع الحادث وتحديد المسؤول عنه ومدى اتباع سائر الموظفين والمسؤولين بالسكة الحديدية للتعليمات واللوائح المنظمة للتشغيل من عدمه وبيان أوجه المخالفات المنسوبة إليهم وسندها إن وجدت يعني ده جزء طبعا من بيان طويل تم نشره كمان على وسائل التواصل الاجتماعي اللي حابب طبعا يستزيد ويقرأ البيان بشكل كامل اشتركوا في القناة